اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية كده حضرتك هنتكلم عن دور القطاع الخاص في تنمية صعيد مصر طبعا في البداية احب اتقدم بخالص التهنئة القلبية لفخمة السيد الرئيس ورجال الشرطة البواسل بعدهم بعيد الشرطة وما ننساش ان احنا نهنق الأسر رجال الشرطة اللي هم بيتحملوا كل شيء فتحنئة خاصة لهم وربنا وفقهم وان شاء الله ربنا يحمي مصر بجنودها بيحمونه وبيحمون مصر ولنا بنوجه لهم التحية مع حضرتك طبعا سعيد مصر هو اليهاردة الدولة كلها التوجه السياسي لتنمية سعيد مصر لان طبعا الهم ما كانش لهم حظ كبير في التنمية في الفترة السابقة وعارفين ان هم معظم اهالي السعيد مهجرين كله بيجي بيشتغل في مصر بيشتغل في معظم بيسافروا برا ولكن النهاردة بنقول لا احنا محتاجين ان احنا ننمي سعيد مصر مش مجرد ان دولة مدينة زي اسوان مدينة ساحرة مدينة عاصمة السياحة لا احنا بنقول ان احنا النهاردة محتاجين ان احنا ندعم هذه المدن واهلينا في السعيد بتنمية صناعية حقيقية فيها فقدم صعوبات عند حضرتك يعني عايزين نتكلم عن التحديات او الصعوبات اللي بتواجه مواد البناء في سعيد مصر وخاصة المحاجر والرخام هو طبعا يمكن الاسبوع ده الاسبوع الماضي الحمد لله كنا مجلس الادارة قرر ان احنا نعمل حوار مجتمعي في مدينة اسوان ومن المؤتمر السانوي بتاعنا الحمد لله وكان عبارة عن حوار مجتمعي حضروا مؤتمر حضروا جميع اصحاب المصانع والمحاجر في مدينة اسوان وكان تحت رعاية السيد اللواء اشرف عطية محافظ اصوان احنا احنا بنتكلم عنه باستفادة شوية لكن خلينا اقول لحضرتك الصعوبات المشاكل اللي بتواجهها الاول واللي كانت بتقابلك في مواد البناء في سعيد مصر طبعا احنا بنتكلم على ان حجم الصناعة في سعيد مصر قليل جدا جدا يعني احنا نملك 35 مصنع في مدينة اسوان فقط لا غير تمام هذه النسبة ضعيفة جدا جدا بالنسبة للتنمية الصناعية في قرار جمهوري صدر لهيئة التنمية الصناعية سنة 2008 ورقم 358 خصص لهيئة التنمية الصناعية اراضي في بعض المحافظات ومنها السعيد زي مدينة اسوان تمام لانشاء مدن صناعية في هذه المدن تمام هاي فجئنا السنة دي بان معظم محاجر اسوان بيشتكوا ان المحاجر توقفت فطبعا ده كانت ده اللي دفعنا ان احنا نعمل المؤتمر ودفعنا ان احنا نسارع ويبقى في حوار مجتمعي مع سيد رئيس هيئة التنمية الصناعية مهندس مجدي غازي وقبل ما نسافر تم التواصل مع باش مهندس مجدي غازي رئيس الهيئة وشرحنا له الموضوع لان طبعا النهاردة اذا كان في اراضي صناعية موجودة وبتخصص لهاية التنمية الصناعية ولكن بها محاجر ومحاجر قائمة منذ زمن معطلير ومرخصة وعددها كبير جدا جدا ودي كانت في منطقة ابو مروة في العلاق اتنين تبعد عن مدينة اسوان في حدود 120-130 كيلو وعشان نعمل منطقة صناعية هي لسه لسه ما تخططتش ولكن عشان نعمل منطقة صناعية فاحنا محتاجين ان يكون المحاجر دي هي الجاذبة للصناعة اللي بتقيم على المواد الاولية اللي هي الجرانيت لان معظم محاجر اسوان هي جرانيت وبتمثل 90% من الجرانيت في مصر كلها في مصر كلها؟ في مصر كلها 90% من حجم الجرانيت اللي موجود في مصر كلها طبعا الصعوبات كلها في النقل الصعوبة كلها في العمالة الصعوبة كلها في الترخيص وده يعني انا لو تسمحوا ان انا اشرحوا اتفضل طبعا احنا بالنسبة لنا تبقى لقانون الصروة المعدنية ولاحيطه التنفيذية اللي لسه متوقع الاسبوع الماضي طبعا الترخيص بتبقى لمدة عام واحد فقط ليست هذه المدة كافية لجذب الاستثمار في هذا القطاع طب بعد السنة ما بيتجددش بمدة ممسلة بيتجدد بنفس المدة ولكن الحمد لله ربنا وفقنا ان الموافقات اللي بيحصل عليها المستثمر من هيئة العمليات والامن الوطني ووزارة البيئة والأثار بتتيصر لا هيئة العمليات كانت بتدي سنة واحدة الحمد لله السنة دي ابتدت تدي موافقة بسنتين طب كويس يعني منذ الفترة شوية اه احنا محتاجين ان طبعا ان احنا لان الدستور نفسه بيدي مهلة بيدي الحق ان احنا نقدر نجدد لمدة 15 عام فاحنا طبعا طبعا لموافقة هيئة العمليات فاحنا اتكلمنا مع سيادة المحافظة لان يبقى التجديد سنتين والحمد لله ابل ابل ده طيب افندم انا عايزة اعرف من حضرتك ايه التوصيات اللي خاركتوا بيها من المؤتمر اللي نظمته الغرفة في اسوان طبعا مكدي بيغازي رئيس الهيئة وافق على تجديد محاجر اسوان لمدة عام لحين تقنين الاوضاع تقنين الاوضاع هو هيتم بروتوكول ان شاء الله فيه بروتوكول بين محافظة اسوان وهيئة التنمية الصناعية اللي تنظيم عملات التجديد والترخيص لهذه المحاجر بالضبط لان النهاردة هي صاحبة الولاية على الارض هاية التنمية الصناعية هي صاحبة الولاية والمحافظة هي اللي بترخص طبعا مستحيل ان هو يقدر ياخد موافقة الا عن طريق هاية التنمية الصناعية الاول كانت هاية التنمية الصناعية بترفض لان ما كانش تعرف ان فيه محاجر موجودة في هذه المنطقة ولما عرفنا ان فيه محاجر وفقوا على ان هما يجددوا واحنا زي ما قلت الحركة ان هو تبقى جاذبة لإقامة مصانع في هذه المناطق فطبعا الحديث مع السيدة المحافظة فتح افاق كتير او الاستثمار وقلنا ان احنا فيه منطقة صناعية على مساحة خمسين فدان هو اعلى نفندم بالفعل السيدة المحافظ محافظ اسوان اعلى على المنطقة الصناعية خلاص دي بالفعل خلاص هتكون موجودة بالضبط طيب اهميتها ايه وبتعود ايه على المواطن هو طبعا المواطن الخاص بالمنطقة نفسها طبعا اهالي اسوان اهلينا محتاجين للصناع لان النهاردة فيه تنمية حركت هيئة المجتمعات العمرانية في عملت مدينة كاملة اللي هي اسوان الجديدة وبدأت الانشاءات فيها وبدأت التطور فيها جميل جدا وحركة لما تعبر الكبري الجديد اللي بيوربط شرق بغرب شيء رائع جدا جدا عدينا وشوفنا وقابلنا رئيس الجهاز وطرح علينا المشاريع اللي موجودة هيكون ان شاء الله نزيارة مع حضرتك هناك بازنا لانا كده نتفكر على الواقع بقى على الارد الواقع اه لا لا تشرفونا فطبعا انبهرنا بجمال المنطقة وبالتخطيط المدينة الجديدة المدينة الجديدة بتقبلها مشاكل ان كل المواد مواد البناء المستخدمة كلها من مصر مفيش حاجة بتيجي من اسوان المسافة كبيرة 1200 كيلو النقل بيتكلف وكل حاجة بتتكلف لدرجة ان العمالة غير متوفرة كمان في اقامة المشاريع للأسف معظم العمالة موجودة في القاهرة حتى اهالي اسوان العمال اللي موجودة كانت فيها هدارتها لان مفيش مشاريع مفيش حاجة فكله جي النهاردة دا بيتكلف الدولة كتير جدا في مشاريعها لان نقل المواد الخام ونقل المواد كاميرا التصنيع لأسوان او لجميع مدن الصعيد هتكلفة عالية جدا اقترحنا ان على سيادة المحافظ ان يكون فيه نستخدم النقل النهري وده حيساعد كتير جدا وحيقلم التكلفة ونقدر نوفر الضغط على الطرق الرئيسية وهيك السكة الحديد ووفر حاجات كتير جدا جدا ونهاردة الاقتراحة التاني ان احنا نستخدم هيك السكة الحديد في نقل البضايع زي ما تمت ما بين مدينة برسعيد والكاهرة المشروع دا مشروع ممتاز ومشروع سريع جدا ونقدر ان احنا ننقل بضايعنا وننقل كل المنتجات لأسوان او من أسوان لكاهرة بدون اي مشاكل والتكلفة هتقل احنا مشكلتنا في الصناعة التكلفة العالية فاحنا بنحاول نخفض في التكلفة ومن ضمن تخفيض التكلفة النقل مصاريف النقل النقل بيمثل من 35% ل40% من حجم التكلفة الكلية عشان كده بنقول ان النهاردة النقل مهم جدا جدا سات المحافظ رحب جدا بالفكرة واحنا بصدد عمل دراسة حالية وان شاء الله تتم قريب جدا جدا النقل للنهري وقرر ان ينشئ مينة نهري في أسوان وفي مصر الحمد لله عندنا في القاهرة مينة أسر النبي موجودة في مصر القديمة والحمد لله نقدر نستخدمها وفيه في مبابة خليني بس يا فندم أقول لحضرتك احنا لازم نتوجه مع حضرك بكاميرا ونشوف الكلام ده لكن الوقت لن نسعني خليني أرحب بحضرتك ونقول ان شاء الله نتواصل مع حضرك بقى بكاميرا لايف كده ننزل في حديث الشارع ونشوف الكلام ده كله بإذن الله في محافظة أسوان بشكر حضرتك طبعا لوجودك معنا النهاردة لو سيد سيد بادوينة برئيس غرفة مواد البنية بتحديث الصناعات بشكرك يا فندم نورتنا اهلا وسهلا هنروح حضرككم طبعا للفقرة التانية معنا السيد محمد علي هيكمل معنا بقى الأسبوع اللي فات كان عندنا مشاكل وكلمنا في السيارات والتأمينات والتعوضات والكلام ده كله خليني أقولك أكون معا بعد شواء السيد محمد علي خبير تعوضات السيارات لكن نروح نفاصل ونرجع نكمل تاني مع حضرككم